إلى أخبار سهرانين شهد سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض التخصص للأطفال وتم إنشاء القسم عبر صندوق إعانة المرضى السعودي بتبرع من الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح وعدد من الجهات الخيرية كما شهد السفير وضع حجر الأساس لمستشفى مكة للعيون بحضور والي شمال كردفان ده كان خبرنا اليوم والسعودية دوما هي وقفة مع السودان في كل الحاجات والسعودية هي قدمت الكثير جدا للسودان في كل الفترات السابقة وشهدنا أن مركز برضو كمان الملك سلمان هو قدم إعانات وقدم غوافل صحية مشت السودان وقدت الدورة بشكل جميل شكرا لسعودية حكومة وشعبا شكرا لسعودية حكومة وشعبا